مانا دايما بتكلم يا جماعة في فن التربية ان احنا لما بنربي طفل سوي بيبقى مراهق سوي بيبقى شاب سوي بيبقى راشد سوي بيبقى يعني مسن سوي بيبقى انسان سويت العمر فهي الطفولة دي هي الاساس هي حجر الزاوية هي الاساس بتاع المبنى كل ما المبنى كان اساسه قوي كل ما تحط ادوار ويشيل ويتحمل بهذا الشكل يعني طبعا لما الاب والام للأسف بيقرنوا مقارنة سلبية كده بين الولد واخوه او البنت واخوها او الولد وابن عمه او البنت وبنت خالتها في الشكل ولا في الجسم ولا في القدرات العلمية ولا في القدرات العقلية ولا في الفهم ولا في اي حاجة طبعا الولد بيحس انه دايما هو ايه مضطهد ويحس انه ايه لان الاب الام بيركزه على اسوأ ما فيه وعلى احسن ما فيه غيره فبيحس انه هو كمان بيركز على الجزء السيء اللي فيه وبالتالي ما بيشوفش اي حاجة حلوة عنده على الاطلاق وده بتبقى كل ده بيبقى وكأنه النواة اللي هتؤسس يعني الزرة بتاعت نقص الثقة بالنفس كل ده وكأنه كرة التلج اللي هتمشي في واقع الحياة وهتبدأ تجمع يعني لما تقال له يا غبي فاشل ضعيف جبان ويتكرر ده مثلا من مدرس أو يتكرر من صحابه أو يتكرر من مدرب كاراتيه ويتكرر من مدير عمل هو منتظر ده وبالتالي ما عادش بيرد هو فاكر إنه كده أنا فعلا كده أنتو بتعرفوا بابا كلكم كده بتعرفوا بابا وماما لأنكم بتكرروا نفسي لإيه الحاجات اللي تقلتلي زمان ده أنا كده فعلا ولو مقلتوش كده أنا حقول على نفسي كده تمام طيب لما ولد مثلا يحس إن هو منبوذ من الآخرين وأهمهم الأب والأم يرى إنه لوصلها قيمة فعلا لما الأب والأم اللي هو ما أحصل حد مفروض يتقبلني ما تقبلنيش مين تاني هيتقبلني أكتر نسب يحبني ما حبونيش مين تاني هيحبني أكتر نسب مفروض تحبين انتقادتني وقالت لي كلام سيء طب مين اللي هيقول لي كلام حالو فبالتالي الولد يبدأ يكرر الكلام ده لنفسه يعني لما طفل يكون تعرض لإعتداء يعني بالضرب طبعا ده تكلمني عنه إعتداء نفسي بكلمات سلبية فاشل وغبي وضعيف وجبان طبعا ده بيأثر في نفسيته طب لو تعرض لإعتداء جنسي طبعا بتظل هذه برضو يعني ندبة ترومة كده داخل النفس البشرية داخل فبتبقى عميقة في اللاشعور ربما يكبتها لكن تؤثر في قراراته في سلوكياته ربما أثر في قرارة الولد في اختيار زوجته أو رفضه للزواج ربما يأثر في البنت ليه يعني اختيار قرارها في اختيار زوجها ونمط شخصيته أو ربما ترفض الزواج على الإطلاق المهم أنه تعرض لتحرش الجنسي في الطفولة أو الاعتداء الجنسي في الطفولة دون ما علاج بتظل هذه الصدمة موجودة جوه الإنسان مدى الحياة وبتسبب له نقص ثق بالنفس لأنه بحس أنه ما قدرش يدفع عن نفسه بحس أن العالم كله معتدي ويخاف بعد كده من كل العالم يعني لما طفل يعني بيتضرب وسط زميله وبعتين يعني ما بيعرفش يدفع عن نفسه أو الأب ما بيدفعش عن نفسه يروح المدرسة أو الأم تاخد له حقه يظل طوله لوقت حيث أن العالم كله هيبقى محبط والعالم معتدي وكل الناس هتعتدي علي بهذا الشكل يعني طبعا لما طفل كمان يبقى وقع في حاجة معينة في مادة معينة فلو كرر أنه صقت في الحساب تاني مثلا تكرار مواقف الفشل دي من الحاجات اللي بتسبب نقص ثقة بالنفس وبالتالي مع تكرار الفشل في مواقف معينة وإحنا بنركز عليه يعني بيقع كتير فإحنا وعنده مشكلة عضوية مبنى على الجيش بنتريق عليه تكرر الموضوع فهو لاي شعورين بحيث أنه هيقع يعني تمام؟ لأن الألق يجيب ألق والخوف يجيب خوف والوقعة تجيب وقعة والفشل يجيب فشل عكس النحاء التاني النجاح يجيب نجاح والسعادة تجيب سعادة والقوة تجيب قوة وهكذا يعني فالفكرة كلها لما بتتكرر خبرات الفشل اللي يفشل وبعدين تتكرر خبرات الفشل في أي مجال بهذا الشكل يعني بيتبرمج عقل والباطن على نقص ثقة بالنفس أنه أخذ لقب أنا فاشل طبعا تقال له اللقب هو كمان دلوقتي أصبح هو اللي بيقوله النفسه حتى لو الأب والأم مش موجودين وما عادوش بيقوله الكلام ده كله مازال بيقول أنا فاشل لغات لما يعني هنشوف الحلقة اللي جاية إزاي نعيد بناء ثقته بنفسه وإزاي ندربه على الثقة بالنفس وطبعا بيبقى فيه كرسات للأطفال للثقة بالنفسه كرسات للمراقين للثقة بالنفس وبتبقى نظرته للأسف لنفسه سلبية حتى لو العالم شايفه جيد إلا أنه شايف أنه وحش لو قوي حاسس أنه ضعيف لو جميلة حاسس أنها دميمة لو زاكي حاسس أنه غبي لأنه ده أصبح خلاص إحساس داخلي جواه لأن نقص الثقة بالنفس هي فكرة سلبية بقت موجودة جواه من كلمات صغيرة شكلت أفكار شكلت مشاعر شكلت سلوك وبالتالي ده اللي بيخليه ما يقدرش يتكلم مع الآخرين وما يقدرش يتعامل مع جماعات وما يقدرش يطلع إزاعة وما يقدرش يعمل صدقات وأصحاب وما يقدرش يخرج يلعب مثلا كورة أو آخر يعني ويهرب من كل هذه الأشياء ومع أول مرة راح السباحة وحاس أنه يرجع تاني يخاف ولو تهزم في الكرطية برضو يسيب اللعبة زي ما الأمات الكثير بتقول لي هو بيسيب اللعبة ليه يعني طبعا في بعض يعني حتى الأشياء الشكلية يعني دي بتسبب برضو للأولاد نقص ثقة بالنفس زي مثلا إيه واحد شكله يعني متوضع شوي يعني ربنا ارتضله الخلقة بس هو الأب والأم مرتضوش الخلقة دي للأسف يعني يعني شكله مثلا الأب والأم مش قابلينه علشان أصمر مثلا مش قابلينه علشان أسود مش قابلينه علشان في بقع مش قابلينه علشان شعره أكرت مش قابلينها علشان شعرها خشن مش قابلينها علشان تهينة شوية مش قابلينها علشان قصير مش قابلينها علشان يعني في سنة معرفش مش قابلينها علشان كذا طيب ما أنت حضرتك هو اللي خلق نفسه ما خلقش نفسه وبالتالي لما انت كأب وأم المرور تكونوا داعمين نفسيا بالنسباله للأسف تكون انتم محطمين نفسيا بالنسباله طبعا ده للأسف هيخلي الولد يرى ان هو مكروه طبعا لما يخد الكلام ده كله ويطلع برة ويفضت اشتغلوا عليه تنمر بقى تمام شكلك معرفش كذا ويدلوا لفظ معين يعني كرومبو مثلا وتخين البنت مش عارف حبا ظلم مثلا ان الولد ولا شكله معرفش كذا فطبعا لما بيطلقوا عليه الفاظ معينة الولد احيانا ما بيحبش يروح للمدرسة ليه؟ لانه معروف بلفظ معين في المدرسة وهم يعني ايه؟ يعني ما بيقدرش يقوله ده من الأب والأم وبالتالي هنا بتبقى فيه مشكلة فلما يكون شكله كده يعني دي خلقة ربنا ده رقم واحد رقم اتنين الأب والأم مثلا قصيرين فبالوراسة هيطلع قصير او جده قصير جده السابع ان شاء الله فبيطلع قصير فالقصة دي لازم ادور عن قط القوة ايه الجزء اللي عنده بقى بارز قوي خطه حلو صوته جميل مؤدب مطيع بيصلي حفظ قرآن شاطر في التكنولوجيا دي جوانب لازم اركز عليها عشان مركزش على هذه النقطة بس انت لو تقبلته هيتقبل ذاته لانه الطفل لما بيحس بعدم التقبل من حضرتك ما بيتقبلش ذاته اشتركوا في القناة